وده المهم ان ابو جبل فيه امكانية لحقه بالمباراة فيه ما يخص حمدي فتحي والوينش اتقال لهم جاهزين بنسبة 100% للمباراة احمد حجازي تمزق فيه العضلة الضم فبالتالي مش هيغيب ده الاخبار الموجودة وبنحاول نقولها لحضراتكم السوان يا جميع كمان بنسبة كبيرة كده بعد غياب حجازي بنتكلم على محمد عبد المنعم وحجاء والوينش هما الاقرب لقيادة الدفاع المصري عشان حضراتكم تبقوا عارفين التفاصيل فيما يخص التجهيز بقى للمباراة اكيد بعد المباراة المدير الفني ما يقدرش يعمل تمرينة قوية ما يقدرش يبقى فيه شغل كتير بيبقى فيه حاجة اسمها استشفى فاللعيبة بتلاقي بتعمل بقى تقعد في الجاكوزي بقى فيه تدليك بس الجاكوزي معنا النهاردة في الكاميرو المختلف وهو ده اللي انا عايز اعرضه لحضراتكم وده الغريب وده العجيب اللي بنشوفه في عالم كرة القدم وتخيلوا مين اللي قاعد في المختص ده واحد من نجوم العالم نشوفوا الصورة دي معايا كده جماعة ومش عايزكم تتحكوا بس والله حاجة يعني صعبة قوي بص يا جماعة اللعيبة الجرادل دي فيها تلب واللعيبة بتبدل يطلع من الجردل عمر السلية وبعد عمر السلية يروح داخل نجمنا محمد صلاح من اللي مدينا دهروا يا جماعة تقدروا تعرفوا التالت نقول مصطفى محمد مثلا ده مش طبيعي ده مش استشفى الله يكون فقون لعبتنا دي حاجة ليه علاقة بالخليل كوميدي والله مش بهزر فما تتحكوش واتعرفوا قد إيه لعبتنا رجالة وبتحملوا الحاجات الصعبة احنا بنتكلم في عشرين اتنين وعشرين الناس بتتطور في العالم بقى جهزة استشفى بتاخد لو انت كنت بتاخد استشفى في يومين ثلاثة النهاردة بقى في خلال ساعات وانت اللقطة دي مهمة جدا عرضة لحضراتكم ان لعبتنا المفروب بتعمل استشفى وتدليق او مساج وفي الجرادل بالشكل ده بينزلوا في التلج ويبدلوا واحد ورا واحد دي حاجة صعبة جدا جدا كمان فيهم نتكلم كمان للأمانة مستوى الفندو اللي بيبقوا عاديم فيه بيبقى صعب جدا جدا لكن اللي انا عايز اقوله وده المهم اللي عايز البطولة بيتحدى الصعاب اللي عايز البطولة يقعد بقى في التشت يقعد في الجردل اللي انتو شفتوه من شوية ده عليه اللي هو يتحدى وعليه اللي هو ينسى هو ده اللي موجود هتنام بالشكل ده بقى فيه سحالي فيه حشرات فيه حاجات صعبة جدا انا عارب بقولكوا ايه موجودة انت مش شايف خلاص جندي سلحك معاك اللي هو لبسك شنكارك شوز بتاعك خلاص انا مش شايف وبحمي تشيرت منتخب بلدي وبالعب بقاتل على البطولة لان انا رسمت التموح للشعب بالشكل ده عم قدته مباراتين ولا اروع رجالة بمعنى الكلمة طبعا مفيش تقسير من اي حد وشوفنا كل حاجة كويسة من كل حد يمثل منتخب طبعا لكن عندنا مباراة مهمة مع منتخب قوي منتخب ده ملعبه وده جماهيره واحنا بنقبل التحدي بس تصرحتنا منضبطة وتصرحتنا بخبراتنا الطويلة لا نقلل من اي منتخب ولا حنقول خناءة ولا معركة ولا حرب ولا الكلام ده دي كرة قادم كرة القادم منوت بيها دايما المتعة والاستمتاع وامتاع الجماهير واللي انت تعمل اللي عليك والباقي تسيبه على ربنا زي ما قلنا بلكده وده اللي للمرة المليون بقوله للعيب اعمل اللي عليك ما تأثرش في سبرينت تقلل من الدربات السابتة حوالين التمنتاشر لازم نكمل بنلعب حداشر المباراة ما ينفعش ترد مننا حد بقاتل بعمل علي عشان ما طلعش بعد المباراة اقول انا كان نفسي كنت ضغطت شوية عشان ما تلومش نفسك قبل اي حد اعمل ده لقدر الله حصل حاجة قريدي كده كده هنسقفلك عشان انتو اظهرت معدنكم الحقيقي وعبرتو عن نفسكو واستفزيتو فطلعتو حاجات كويسة ما كناش شايفينها بالنسبة للمدير الفني وبالنسبة لكل اللعبين لعبتنا رجالة لازم نسق فيها ان شاء الله ساعة 11 يوم الخميس كلنا نقول لبعض مبروك وننزل الميادين بقى في الويك اند ده نحتفل ونولع سواريخ ونمسك اعلام مصر ونغني الاغاني الوطنية ونرجع نتجمع من تاني على حب بلدنا وعلى حب اتشرت بلدنا لان الرياضة زي ما قلتلكم في الاول بتجمع عمرها متفرق وفي نزعة وطنية عند المنتخب بالذات بصراحة دي موجودة من زمان قوي بيورسها كل الاجيال فعشان كده النهاردة تقعد في اي مكان الخميس هتروح فين هتفرج على المطش فين نهارة كل ما وانا ماشي بتروي وانا داخل المدينة الانتاج الخميس الناس كلها الخميس الخميس خلاص الكل بركز معه منتخبنا فيا رب لعبتنا بعيد بقى عن المشهد اللي انا ورته لكم من شوية والاستشفى بالشكل ده صعب جدا على اي حد لان انت الاستشفى ده لازم تريح جسمك خالص ولازم تستخدم الاجهزة اللي موجودة ولازم الشغل بقى قليل جدا ولستراتشو ولو حد عنده شد ولو حد عنده اجهات في عضلة معينة كل ده من خلال الاستشفى فعشان كده بنقول لعبتنا انتو رجالة وقدها وقدود بنساندكو بندعمكو عملتوا حاجات كتير كويسة عملوا اللي عليكو بس الروح القتال ما حدش يأثر في اي حاجة وبالتالي هنقول لكم كده كده في 2019 خرجنا من البطولة بدري النهاردة روحنا في حتة كويسة وقدتونا ثقة كبيرة جدا واللي عايز حاجة ما يضغطش على اللعيب اللي عايز نتيجة كويسة ما تحطش ضغط لان ما بتضغط الناس ولا تتكلم على ده سلبي وده سلبي وده سلبي مودوا حتى لان الناس بقى تتابع البرامج بشكل كبير وبتتابع السوشيال ميديا وده اللي قالوا نجمينا محمد صلاح قبل كده فمهم جدا جدا رسالتي للعيبة وجاز الفني بنشكركم على اخر مباراتين جدا وبنحييكم وكلنا ثقة فيكم وبنحترمكم ونقدركم ففضل خطوتين الخطوتين ناخد الخطوة الاولى اللي عندنا مباراتي بكاميرون نقدر طبعا نقدر امكانياتنا بنجمنا اللي موجودة بيخرج في لام بتلاقي في لام مقاتل مكانه دي حاجة محترمة جدا سامول اتو